موسيقى أصد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم في هذه الحلقة نتحدث كما في كل حلقة في هذا التصعيد الإسرائيلي اللافت والخطير الذي يستهدف أبناء شعبنا في مدينة الكدس وفي محيطها في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف لحظة واحدة العشرات من الإصابات في صفوف المواطنين وأيضا الانتقالات في صفوف المرابطين في الحرم الكدسي فيما تمعن إسرائيل بعدوانها على أبناء شعبنا للأسف في ظل صمت حتى هذه اللحظة لم يرقى إلى حجم الجريمة الإسرائيلية بحق أبنائنا وأهلنا في الكدس المحتلة في هذه الحلقة نتحدث مع ضيفنا في الستوديو السيد رأفة عليان المتحدث باسم حركة فتح في الكدس أهلا بك سيد رأفة ومساء الخير يعني ثلاثة أيام مضت وقبل ذلك سنوات والاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف ويمعن في عدوانه في مدينة الكدس المحتلة وتحديدا في المسجد الأكسى المبارك ولمسنا في الأيام الثلاثة الماضية تصاعد لوطيرة هذا العنف وهذا التصعيد وهذا العدوان كيف تنظرون لهذه السياسة الإسرائيلية وهل تعتقدون بأن هذا بسبب الأعياد اليهودية أم أن هذا سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف للنيل من الكدس وصمود المقدسيين يعني بداية ما يجري في الكدس وما يجري في المسجد الأكسى ليس بسبب أعياد يهودية وليس تصعيد حديث هذا مخطط الإسرائيلي سابق حذرنا منه على مدار السنوات الأخيرة كنا نحذر من هذا المخطط الإسرائيلي ونشدنا كل القوى الوطنية والإسلامية كمقدسيين وكحركة فتح في الكدس دعونا ونشدنا كل الفصائل الوطنية والإسلامية بدرورة الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا المخطط ونشدنا الأمة العربية والأمة الإسلامية أن إسرائيل تسعى إلى تقسيم المجد الأكسى زمانيا ومكانيا إسرائيل تسعى في هذا المخطط منذ سنوات طويلة والأمة العربية والإسلامية في سباط عميق والفصائل الوطنية والإسلامية هناك بعض الفصائل الإسلامية تسعى إلى فصل قطاع غزة عن الضفة غربية وهناك بعض الفصائل الوطنية تسعى إلى رفع تمثيلها في المجلس الوطني فلسطيني وتركوا الكدس وأهل الكدس يواجهون هذا المخطط الإسرائيلي لوحدهم من هنا أنا أؤكد اليوم وعبر شاشة تلفزيون فلسطين بن يمين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي وهذه الحكومة الإسرائيلية هي تسعى لهدم المسدد الأقصى ليس فقط للتقسيم الزماني والمكاني التقسيم الزماني إسرائيل منذ أشهر طويلة وهناك تقسيم زماني يدخل المستوطنين منذ الساعة بعصبا حتى الحد عشر ظهرا والمستوطنين يدخلوا ويخرجوا ولكن كانت إسرائيل تريد في هذا الأسبوع أن تكرس التقسيم الزماني بعدم وجود أي فلسطيني أو أي مسلم أو أي عربي أثناء دخول المستوطنين هذا يعني أن إسرائيل تريد للمستوطنين أن يدخلوا إلى الحرم المسكوف وتريد للمستوطنين أن يدخلوا إلى قبة الصخرة ولا تريد وجود أي فلسطيني أو أي عربي موجود بالمناسبة حتى الحراس حراس الأوقاف الأردنية تم طردهم والاعتداء عليهم حتى حراس الشرطة الإسرائيلية على الأبواب تم طردهم إسرائيل بمخططها بن يمين يدنيه بمخططه الإسرائيلي التهويدي الهادف إلى السيطرة الكاملة على مجل الأقصى يريد من في هذا الأسبوع تكريس أن المرابطين في المجل الأقصى هم مطاردين لدى السلطات الإسرائيلية ودى الإحتل الإسرائيلي وغدا سيكون من يكبر بقول الله أكبر مطارد لدى السلطات الإسرائيلية والأمة العربية والإسلامية في سبات العامية وفصائلنا الوطنية ما زالت تناور في موضوع المجلس الوطني والفصائل الإسلامية في كطاع غزة تناور في موضوع الفصل كطاع غزة ومين هنا ومطار هناك وتكريس دردشات هنا ودردشات هناك وتركوا المقدسيين وحدهم هذا ما يحزننا كمقدسيين وهذا ما يدق ناقوس الخطر أمام العنجهية التي يمارسها بن يمين يتنياهو وجيشه المدجج بالسلاح أمام المرابطين والمرابطات من أبناء المدينة المقدسة سيد رفت عليان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس يعني أجروا المزيد من الاتصالات وأبرقوا المزيد من الرسائل لتدخل بصراحة عربي إسلامي سميه ما شئت وهناك الكثير من البيانات التي صدرت ولكن بصراحة المتمعين بعين فاحصة والأمر يستدعي الكثير من البحث يجد أن إسرائيل تواصل التدبير والممنهج وأحرقت السجاد في مسجد الأقصى وأطلقت النيران والحرائق اشتعلت والدخان كذا كأمر وتكسير تحطيم الأبواب والنوافذ في الحرم في المسجد الكبلي لم يتغير شيء على الأرض الواقع بصراحة ما الذي يحدث ما هي المعادلة يعني أولا المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم المسجد الأقصى هو أولى كبلتين أذكر العرب بأن المسجد الأقصى والمسلمين هو أولى كبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مصر النبي صلى الله عليه وسلم هو للمسلمين لكل المسلمين وإذا اعتقد العرب بأن العواصم العربية ستكون بأمان وباستقرار لطالما المسجد الأقصى محتل يكونوا واهمين ستستهدف إسرائيل كافة العواصم العربية وسيستهدف الاستعمار كافة العواصم العربية ما إذا دم السيطرة على القدس وعلى المسجد الأقصى بشكل كامل من هنا نقول السيد الرئيس محمد عباس أعلنها عبر تلفزيون فلسطين وهو القائد العام لحركة فتح لن نسمح لهذا المخطط أن يمر ولن نسمح أن تكون الطريق مفروش ورود نعم الإسرائيليين في دخول المسجد الأقصى نحن في حركة فتح نعتبر هذه تعليمات واضحة ونحن في حركة فتح بإمكانياتنا المتواضع خلال السنوات الأخيرة حاولنا مشتهدين أن نصنع شيء لتكريس الوجود داخل المسجد الأقصى المبارك لتكريس الرباط داخل المسجد الأقصى المبارك ولكن صلاح الدين الأيوبي عندما جاء ليفتح القدس استعانة بثلث جيوش عربية لم يأتي وحده والقدس لا نستطيع نحن في حركة فتح وحدنا ولا تستطيع القيادة الفلسطينية وحدها صراحة أن تواجه هذا المخطط الإسرائيلي الكبير والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية نهو المطلوب إذا والمدعوم من بعض الدول الأقليمية نحن نعلم جيدا أن الدواع عربية لديها مشاكلها الداخلية ولا نريد للدواع عربية أن تقحم نفسها في القضية الفلسطينية ولكن عندما يتعلق الأمر بالمجد الأقصى المبارك المجد الأقصى المبارك ليس فقط للقضية الفلسطينية القدس هي بوابة السلام وبوابة الحرب المطلوب من بعض الدول الإقليمية التي تلعب دور سلبي في موضوع القدس وأنا أتحدث بكل صراحة هناك دول إقليمية تلعب دور سلبي بالقضية الفلسطينية وأنا أتحدث بكل جرأة تركيا وقطر هي من تساهم بصنع دردشات أو مباحثات أو مفاوضات بين حماس وإسرائيل لتكريس فصل قطاع غزة عن الدفة الغربية وعن القدس وخرج أصوات كبيرة من تركيا ومن قطر لتكريس هذا الموضوع لم نسمع هذه الأصوات في المسجد الأقصى ولن نسمع هذه الأصوات لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى هذا الدور السلبي التي تلعبه بعض الدول الإقليمية وبعض الدول العربية يعني لا نريد أن يتدخلوا بالقضية الفلسطينية ولا نريد أن يتدخلوا بموضوع المسجد الأقصى بس ما يتدخلش بالطريقة السلبية كمان هناك تدخل سلبي في موضوع القدس وهناك أموال تصرف في المسجد الأقصى وفي القدس من بعض الدول الإقليمية لتكريس هذا الوجود وبالمناسبة حتى المظاهرات الأخيرة التي خرجت في قطاع غزة هذه مظاهرات ليست بريئة مظاهرات خرجت في هذا التوقيت بالتحديد في قطع الكهرباء هناك إرادة لا تريد لقطاع غزة أن يخرج من أجل القدس وهناك إرادة تريد أن تخطف الأنظار عن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك وحماس شريكة في هذا الموضوع طيب سيد رفت عليان ما هي خطورة ما يحدث الآن في القدس أنتم تتابعون وموجودون على رأيش الساعة في القدس ما هي خطورة ما يحدث الآن في القدس يبدأ باكتحامات وإهتداءات إسرائيلية دخول مستوطنيين بصراحة هناك رسم لمشهد قادم في القدس شئنا وبينها وهذا واضح للجميع يعني بالتأكيد على مدار السنوات الأخيرة كانت السياسة الإسرائيلية واضحة في المدينة المقدسة بشكل عام هي تسعى إسرائيل إلى تكريس القدس الشرقية والقدس الغربية العاصمة الكبرى لدولة ما تسميه إسرائيل وتريد إسرائيل من خلال هذه الممارسات تكريس عاصمة الدولة اليهودية في هذا الموضوع إسرائيل رفعت مستوى الاستيطان في القدس هناك لم يتبقى للقدس ولا للمقدسيين سوى 13% من الوجود داخل المدينة المقدسة 13% إذن إسرائيل سيطرت على كافة مناحي وكافة الأراضي في القدس منطقة ما يسمى بـ A1 منطقة ما يسمى بالحوض المقدس إسرائيل غيرت ملامح البلد القديمة إسرائيل غيرت أسماء الشوارع إسرائيل غيرت أسماء البوابات إسرائيل أغلقت الكثير من البوابات وفي المقابل الحفريات تحت المسجد الأقصى والمخطط للتاليفريك فوق المسجد الأقصى وصولها للمسجد الأقصى المخطط واضح هذا إسرائيل إسرائيل تتحدث فيه علنا هي تريد أن تقيم الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك وتقول للمسلمين في موضوع التقسيم الزماني والمناسبة التقسيم الزماني كما أسلفت هو حيز التنفيذ أصلا بس هي حاليا إسرائيل تريد أن تكرس التقسيم الزماني بعدم وجود لأي فلسطين داخل المسجد الأقصى أما التقسيم المكاني التي تخطط له إسرائيل هو أن قبة الصخرة للمسلمين يستطيع المسلمين أن يؤدوا صلواتهم بقبة الصخرة والمسجد الأقصى هو مكان الهيكل المزعوم هم يريدوا هدم المسجد الأقصى وإشادة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى ماذا ينتظر العرب والمسلمين من هذا المخطط ماذا تنتظر فصائلنا الوطنية والإسلامية ماذا ينتظر جماهير الشعب الفلسطيني المقدسين أثبتوا وما زالوا أنهم يستطيعوا فشال مخطط بن يمين نتنياهو وبالمناسبة ثلاثة أيام إسرائيل وضعت كل إمكانياتها الاحتلالية من جيش وشرطة وحرص حدود وقناصة وإنزال وإرفاع وطائرات في سبيل إخلاء ساحات المسجد الأقصى وفي سبيل إخلاء المرابطين من داخل المسجد الأقصى لتكريس التقسيم الزماني إلا أنني أستطيع أن أقول حاليا أن إسرائيل فشلت بذلك ما زال المرابطين موجودين وما زال أبناء المدينة المقدسة موجودين وهناك كلما زال إسرائيل بالمناسبة من تصعيدها اتجاه أبناء المدينة المقدسة كلما زاد أبناء المدينة المقدسة اعتزازهم بصمودهم وتحديهم في هذه السياسة ولكن لا يستطيعون مواجهة الاحتلال وحدهم يجب أن يكون هناك استراتيجية لدى كافة الفصائل من المحزن أن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك اجتماع لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية وهناك بعض الفصائل تزاوئ على حركة فتح أو على سلطة الوطنية هي حركة فتح لحالها في الميدان هي القضية الفلسطينية والمدب الأقصى هو حركة فتح يا أخي حركة فتح صامتا طب باقي الفصائل الوطنية والإسلامية ليش ما تتحرك؟ إحنا دعونا وأنا متحدث باسم حركة فتح وأكثر من مرة عبر وسائل الإعلام وضمن خطة استراتيجية لدينا في حركة فتح في الكدس وأقليم الكدس دعونا كافة الفصائل وما زلنا نكرر الدعوة لكافة الفصائل الوطنية والإسلامية تعالوا نجلس على طاولة واحدة نضع استراتيجية واحدة وموحدة في مقاومة الاحتلاف المزد الأقصى في مقاومة هذا المخطط الإسرائيلي لكن لا تتركوا المقدسين وحدهم ومن ضلش نزاود على بعض في موضوع الكدس كل الفصائل الوطنية والإسلامية تتقاطع على أن الكدس فلسطينية وهي عاصمة دولة فلسطينية كلهم يتقاطع في هذا الموضوع فلنترك الخلاف في غزة ولنترك الخلاف في المجلس الوطني ولنترك الخلاف في انتخابات رئاسية وتشرعية ومتفكين على أن الكدس عاصمة دولة فلسطين تعالوا نلتقي على هذه النقطة في هذا التوقيت بالذات هذا التوقيت بالذات إسرائيل تظن بن يمين نتنياهو يظن أن هذا الصمت العربي والمناخ العربي مهاتي ليمارس ما يريد داخل المدل الأقصى وتناسى أنه جرب الفلسطينيين في الصادق وجرب المقدسيين في الصادق وأكبر دليل قبل عام استشهد طفل حمد أبو خدير وانتفاضة من حمد أبو خدير أثبت المقدسيين لبن يمين نتنياهو أنه لا يستطيع كسر الإرادة الفلسطينية ولا يستطيع كسر إرادة في المدينة المقدسة ولكن اليوم الأمور وصلت إلى منحنة خطير يجب أن يكون هناك تحرك بحجم المنحنة الخطير الذي وصلت إلى هناك سيد رأفة عليان وأنت المتحدث باسم حركة فتح في الكدس ذكرت موضوع الشهيد أبو خدير محمد أبو خدير عندها إسرائيل قالت بأنها لم تتوقع قرأنا مواقف إسرائيلية بأن إسرائيل لم تتوقع هذا الرد من المقدسيين وبصرحة اشتعلت الكدس في كل مكان وكل الحواري في الكدس ضد الاستيطان وضد إسرائيل ومارساتها بإزاء هذه الجريمة الآن تعيد إسرائيل الموقف بشكل مختلف الآن تحرق المسجد وتحطم مباني تاريخية وتدمر ويعتني الجنود أسطح المنازل ويمنع المدارس في محيط الحرم الكدسي من انتظام في الدراسة يعني بصراحة هذا هناك قرار واضح لدى إسرائيل ونتين يهو يتوعد بمعاقبة الأطفال الذين يكونوا بإرقاء الحجارة والشباب منهم هناك خطط إسرائيلية وقوانين تطرح وكل هذا يحدث بصراحة والرد العربي والإسلامي والمسيحي أيضا إذن الكدسية عربية إسلامية مسيحية ولا نستطيع أن نغيب دور أي كان ولكن القضية لا تفرق عن إرسال بيانات شجب وإستنكار وبإمكان أي إنسان أن يشجب ويستنكر ويدين فيما إسرائيل على الأرض تقتل وتدمر وتغير وقاع وحقائق حتى بيانات الشجب والإستنكار خجولة وحتى بيانات الشجب والإستنكار إذا كنا نلاحظ أنها قلت كانت سابق تكون على مستوى غالبية الدول العربية والدول الإقليمية اليوم تتحدث عن ثلاث أو دولتين أو ثلاث دول ممن لهم علاقة في موضوع الكتوة القدية الفلسطينية بنيمينت أنه واضح أشكر يا خبر قبل أكثر قبل أقل من عام كان هناك اجتماع مع كيري في الأردن وتم الالتزام الإسرائيلي أمام كيري أن الوضع سيبقى على ما هو عليه في المسجد الأقصى وبنيمينت أنه خلال هذا العام هناك سجل أكثر من اقتحام وسجل أكثر من اعتداء واليوم يكرس التقسيم الزماني في المدينة القدية إذن بنيمينت أنه لا يرى كيري ولا يرى ولاية المتحدة الأمريكية ولا يرى موقف أردني ولا يرى موقف فلسطيني ولا موقف عربي نتيجة هذا الضعف والترهل العربي نتيجة هذا الضعف والترهل الإسلامي في اتجاه القدية الفلسطينية وبالمناسبة معلومي على القيادة الفلسطينية إلا أن القيادة الفلسطينية متروكة وحدها في هذه المعركة الأمة العربية والإسلامية ترك القيادة الفلسطينية وحدها تقود معركتها لحالها تخلع شوقنا بإيدها إحنا يا عمي بنحكيها إحنا على استعداد أن نخلع شوقنا بإيدنا قدمنا جبالي من الشهداء قدمنا آلاف من الأسرة قدمنا آلاف من الجرحة في سبيل الحلم الفلسطيني بإقامة دولة الفلسطينية وعاصمة الكلطة الشبي pavement ولكن عندما يتعلق الموضوع بالمجد الأقصى المبارك أنت تتحدث عن أولى القبلتين أنت تتحدث عن حرب دينية أنت تتحدث عن تغيير لملامح الحرب في الشرق الأوسط أنت تتحدث عن تغيير لملامح الحرب في القضية الفلسطينية حرب اسلامية واضحة هناك انتهاك واضح لمشاعر كل المسلمين هناك انتهاك واضح لمشاعر كل العرب ماذا ينتظر العرب وماذا تنتظر بعض الدول التي كانت تتحدث أنا القدس خط أحمر يعني عم يتجوزوا الخط الأحمر وانتهى اليوم الإسرائيليين وصلوا محراب سيدنا عمر اليوم الإسرائيليين وصلوا وين بوقف الخطيب الجمعة بخطب فينا دخلوا المجد الأقصى بأحذيتهم اعتدوا على النساء واعتدوا على المرابطين واعتقلوا للمرابطين واعتقلوا المرابطات هناك أكثر من 30 إصابة من داخل المجد الأقصى حركوا السجاج وكسروا للوافر وكسروا الشبابيك وكسروا الأبواب وحركوا المجد الأقصى أنا أستغرب هذا الصمت العربي أنا أقولها كلمة التاريخ لن يرحم العرب والمسلمين وأبناء المدينة المقدسة وأطفال المدينة المقدسة ولن ينسوا هذا الموقف العربي المخجل وهذا الموقف العربي الدني وسيلعنهم التاريخ على هذا الصمت المريب هذا المسجد الأقصى لا مجال الحديث فيه الموضوع بطل سياسي الموضوع يتعلق بمشاعر مسلمين ولكن هناك جهود الآن تبذل سيد رأفة عليان لتطويق هذا العدوان الإسرائيلي وهذه الأحداث الإسرائيلية وهذا العدوان هو ليس أحداث وهي جريمة وإسرائيل تسعي لتحويل هذه الحرب لحرب دينية كما أشرت وربما أن يكون التحرك قادم يلزم إسرائيل ويلزمها عن المواصلة في غيها وضغيان بحق المقدسيين وهذا ممكن نحن نتمنى ذلك ونحن طالبنا ونطالب موقف المملكة الأردنية الهاشمية كوصي على المسد الأكثر المبارك يعني موقف إلى حد ما نحاول البناء عليه ونطالب بمزيد من الضغط على دول الصديقة على الدول الأوروبية على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الإسرائيل لوقف هذا العدوان ولوقف هذا الاكتحاب لأنني أؤكد أن كلما زادت إسرائيل من بطشها وعدوانها كلما زادت صلابة أبناء المدينة المقدسة وكلما زادت تحدي لدى أبناء المدينة المقدسة وبين يمينة النهو سيتحمل مسؤولية تبعات هذا الموضوع تفجير المنطقة ستحمل مسؤوليتها اليمين الإسرائيلي المتطرف هذه الحكومة الغبية التي تسعى إلى جر المنطقة إلى دواما من العنف لم يصمت الفلسطينيين كثيرا على هذا الموضوع وإسرائيل جربت إحنا قدمنا دم من أجل المزل الأقصى وعنده استعداد يقدم دم شو بتتوقع منه؟ إسرائيل ستدفع ثمن كل هذه الممارسات ولم يصمت الفلسطينيين كثيرا على هذا الموضوع اليوم نساؤنا وأطفالنا هم في مقدمة المعركة وهذه المعركة الحاسمة هي معركة الدفاع عن قرامة الأمة العربية والإسلامية نحن في القدس نساؤنا وشيوخنا وأطفالنا يدافع عن قرامة الأمة العربية والإسلامية والأمة العربية والإسلامية في سباة عميث تعتقد أنها بأمين وآمين هناك موكب بصراحة دولي حتى اللحظة لم يرقى إلى مستوى الأخلاق على الأقل إنجاز التعبير الإدارة الأمريكية لمجتمع الدولي كل ما تعمله إسرائيل وتفعله إسرائيل هو بصراحة لمسمع ومرأة من العالم وهناك الكثير مدول بإمكانها أن تلجم إسرائيل على رأسها الإدارة الأمريكية اسمح لي أن أقول لك قناعتي بشكل واضح قناعتي نستطيع أن نزر الموقف الدولي والموقف العربي اللي ما نريد في اللحظة التي نتوحد كأبناء شعب فلسطيني ما بين غزة والضفة نعم وفي اللحظة التي تكون استراتيجيتنا موحدة نعم في لجم هذا الاحلام من هنا أريد أن أكرر دعوتي دعوتي لكل الفصائل الوطنية والإسلامية وفي مقدمة حماس يجب أن نرتقي إلى حجم الحدث ويجب أن نقول البوصلة التي لا تشير إلى القدس هي بوصلة مشبوهة أي محادثات أو أي دردشات مع الجانب الإسرائيلي بعيدا عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشرعي وحيد الشعب الفلسطيني يدعفنا دوليا ويدعفنا إقليميا الدول الإقليمية والدول العالم ودول الأوروبي تتعامل أن الشعب الفلسطيني ومن يمثله منظمة التحرير الفلسطيني عندما يأخذ فصيله من هنا أو فصيله من هناك محاولة منه أن يفتح محادثات مع الإسرائيليين ويضعف الموقف الرسمي الفلسطيني ويضعف الموقف الشعب وهناك إحباط لدى أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الانكسام الموجود يجب أن نرتقي لحجم الحدث ونتعالى على الجرح ونلتقي على طاولة واحدة نتحدث في موضوع واحد استراتيجية واحدة وهي القدس نرجع أن تصل هذه الكلمات إلى مسامع المعنيين والمسؤولين سيد رأفة عليان المتحدث باسم حركة فتح في القدس المحتلة لك تحية وتقدير دائما شكرا لهذه المشاركة مشاهدين كرام مشكركم على طيبة المتابعة لهذه الحلقة من برنامج ملف اليوم وحييكم أنا حسن أبو الرب نلتقيكم في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله هذه التحية ودائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر